بالمناسبة حكاية تحسين الشحيات ومحمد الشيبي أنا عارف قتلة بحسن قتلة بحسن وإحنا تكلمنا هنا عنها وناس كتير أتكلمت عنها وأنا عايز أتكلم عنها في نقطة تفصيلية مهمة جدا خليك معي محمد الشيبي ده أفضل ظهير أي من موجود في الدولة المصري في الوقت الحالي مستوى رائع جدا جدا مميز تقول لي تمام محمد هاني وعمر كمال وعمر جي كلهم لعبة رائعة بس الشيبي مستوى سابت جدا وكوالة حلوة جدا مفيش خلافة ده عين مهمة في الدولة المصري نفرح بيه بصراحة احنا فرحانين دايما بالعبة بتاع الشمال أفريقيا من المغرب وتونس والجزائر اللي موجودة في مصر عاملة حالة حلوة جدا يا فرحانين محمد الشيبي جدا مجدبش عليك الموقف لما عملوا حسين الشحيات مع محمد الشيبي كلنا انتقضنا حسين الشحيات دارك للقالي عجبه مباشرة وإحنا كعلمين هاجمنا حسين الشحيات والجماهير حتى جميل نادي القلي كمتدايقة من الموقف كل حاجة يعني الموقف ده مينفعش اتنين يختلفوا عليه كده كده حسين الشحيات غلطان طيب دي نقطة النقطة اللي بعدها كانت عقوبة اتحاد الكرة أو رابط الأندية على حسين الشحيات وبصراحة وهبقى أمين معاكو جدا العقوبة ما كانتش على قد الحدث يعني العقوبة كانت هينا شويتين بصراحة شديدة بصراحة طيب كل ده كل ده بصراحة ما يشفعش أبدا لمحمد الشيبي أو من يدعمه أو يسنده في هذا الأمر أنه يروح يعمل مشكلة في قضاء مدني ونحبس اللاعب أجماعة الكلام ده ما متشوفوش فيها حتى في الدنيا أي خناء في الملعب أي تجاوز في الملعب مهما يعني كان سيء مهما كان سيء ومهما كان مرفوض ما ينفعش أبدا يطلع من إطار الملعب وإطار الإجراءات الرياضية والعقوبات الرياضية ما ينفعش والله ما ليه علاقة بكسة أهلي ولا زمالك ولا بيراميدز ولا محلة ولا أي حاجة يعني في الناس دايما لما تروح لي كده يقول لك الحق بس أنا مش هقبل بصراحة يعني مش هبقى بالنسبة لي مقبولة ولا مفهومة ولا ليها معنى أنه في لعب يتحبس عشان عمل موقف خاطئ جدا في أرض الملعب يعني إيه بقى مش فاهمها أنا دي مش بقول إنه لو اتخذ قرار مدني هيبقى قرار خطأ لا ما هو أدام الراجل ماشي في إجراءاته ففي حاجة في القانون تسمح له بدا ماشي براحتك أنا ما بتكلمش لقاتي على قانونية الأمر كل واحد يعمل لقى عايزه أنا ما بتكلمك على فكرة إنه لعيب كورة عمل خناقة في الملعب وغلط غلطة كبيرة فراح تحبس ما شفتهاش دي في الدنيا بصراحة ما شفتهاش في أي ملعب في العالم ما شفتهاش فأرجو من الكابتن محمد الشيبي اللي بنحترمه بنحترم بلده أشققنا المحترمين جدا كل حاجة إحنا منحترم محمد الشيبي ومنحترم كل اللعيبة اللي بيجورنا من شمال أفريقيا ومن حتى من غير شمال أفريقيا دول ضيوف في بلدنا خلي الموضوع يمشي في إجراءات رياضية حتى لو مش عاجبك لقاقوبة حاول تستانف صعد الموضوع يا سيدي زي ما أنت عايز كبره رياضيا جدا ايه من أنت عايزه ده لو أنت مش عايز تتصالح طبعا الصلح خير يا رب نتصالح بس الإجراءات المدنية بقا صعبة جدا جدا على فهمنا بصراحة ترجمة نانسي قنقر